في عدد من المدارس الأعدادية والمعاهد الثانوية في سيدي بوزيد في الحريرية وفي غيرها قاعدين نشوفوا فيها حتى ساعتنا هذه يشوفوا فيها خذلين خذلين خذلهم لسعد اليعقوبي شنو الموقف من الاستقالة هذه هذا يأكد أن الاتفاق لم يكن بإجمع جميع الأطراف النقبية لا هو الاتفاق إذا باش نتحدث على الأطر القانونية التي يتخذ فيها الاتفاقيات وتتخذ وتخذ فيها النقاشات داخل الاتحاد العام توصل لشغل هذه منظمة بقوانين المنظمة وأيضا ما خذناه مع بعضنا كهيئة ليدرية وهي سلطة القرار يعني ما توصلنا إليه هذا الاتفاق توصلنا إليه بإجماع الجميع وبتأجيل الهيئة اليدرية وراء الهيئة اليدرية وتركها مفتوحة لأنه ثم تطورات كثيرة منذ بدأنا بدأنا باتفاق أو بمقترح وزارة ما في حد شيء ثم تطور هذا الاتفاق بعد تركنا الهيئة اليدرية المفتوحة وكان هناك مقترحات مادية قدمتها العكومة لم ترتقي هذه المقترحات إلى المستوى المطلوب الهيئة اليدرية أيضا تفاعلت مع هذه الاختراحات وقدمت مقترحات بديلة الحكومة تعاملت مع هذه المقترحات وتفاعلت فيما طلبناه لأنه وصلنا في مرحلة من المرحل خاصة في المسألة المالية الحكومة قدمت عرضا بمئة دينار مئة دينار في 26 ومئة دينار في 27 القطاع قدم مقترحا بديلا هو إما أن يتم منحنا مئة دينار بعنوان 25 ومئة دينار بعنوان 26 وإما زيادة مئة دينار في 28 المقاربة التي كانت تقود الجميع هو أنه هناك هو بين امضاء الاتفاق وهو زمنية وبداية التطبيق والهيئة الليدرية يعني عندما قدمت هذه المقترحات للأسف يعني جوبهنا برفض حكومي في الاستجابة لسنتين 24 و25 وللأمانة يعني كانت تعلة للأسف يعني بتاع الحكومة هي محظر اتفاق الزيادة في الأجور للوظيفة العمومية وللأسف يعني فيه التزام من المنظمة بعدم المطالبة بأي زيادات يعني خلال الفترة اللي تم فيها الاتفاق لم ننجح في أنه يكون هناك توافق مع الحكومة على أن يتم تمتيعنا بزيادة مالية إما في 24 أو 25 وتم يعني حسم هذا الموضوع عندما قدمت الحكومة يعني موافقتها على مقترحنا الثاني وهو منحنا يعني منحة بـ 300 دينار مقسم على ثلاث سنوات 26 و 27 و 28 وبمدة 24 شهر الهيئة الإدارية أيضا توافقت بعد أن عجلت بعض التنقحات الطفيفة على نص الاتفاق وتوافقت جميعها على قبول هذا الاتفاق لم يتم التصويت لم يتم التصويت على هذا الاتفاق وهناك نتحدث على الأطر النقبية هناك هيئة إدارية تسمى سلطة القرار ويفترض أن الهيئة النقبية تلتزم بسلطة القرار غضب المدرسين أو الغضب الكثير من المدرسين على هذا الاتفاق نتفهمه نتفهمه لأنه ما قلناش أن عملنا الاتفاق المثالي يعني عملنا اتفاق الممكن واتفاق الحد الأدنى في هذه الظروف الجميع يعرف أنه تم أزمة اقتصادية مينجم ينكرها حتى حد ولكن أحنا خلافنا مع الحكومة في طريقة معالجة الأزمة تم أزمة مالية حقيقية تم أزمة اقتصادية حقيقية وثم أيضا التزامات يعني داخل المنظمة مع الحكومة منعت أن يكون لنا يعني اتفاق يعني يغطي هالفترة الزمنية 24-25 الانسلاخات الانسلاخات ليست يعني في تقديري يعني السلوك النقابي الذي كنا نعرفه جديد علينا نحن اللي ينسلخ من المنظمة اللي ينسلخ من المنظمة ما كان عنا ظهرت الانسلاخ كان هناك انتماء للمنظمة كان هناك أطر للنقاش كان هناك أنه نتغش على بعضنا أنه أحيانا نعمل أخطاء ونراجع أخطائنا ولكن ظاهرة الانسلاخ ظهرت وتعظمت مع رغبة من البعض في إنشاء أطر أخر مسؤولية تشكولي الانسلاخ هذه شكولي مفروضي لم وما يفرقش أحنا 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 لمينا أحنا وقت اللي قلنا رانا بإجماع مشين عملنا الاتفاق لمينا وحاولنا نلمه وهذا الاتفاق فيه الحد الأدنى صحيح لا يرضي المدرسين ولا مدرسات ولم يرضيهم ولكن أن يكون تكون المقاربة يعني فيها انسلاخ أنا أقول أنه ثم يعني على هذه الدعوات يعني كثير من نقاط الاستفهام أحنا عنا أطر كيف تفسرها أنت الانسلاخات أنا أفسرها لأنه شوف الانسلاخات يعني منذ 2013 والانسلاخات يعني ودعاوي الانسلاخ هذه نعرفها من 2013 ونعرف شكو يعمل فيها شكو نعرف شكو يعمل فيها مش نبدأ واضحين نعرف شكو يعمل فيها من لم يكن ولم يكن أبدا جزءا من الاتحاد اللي عن تنوصر الشغل تاريخيا هو اللي اللي عنده لغة الانسلاخ أحنا في الاتحاد عنا منظمتنا نختلف داخلها ولا نختلف حولها تحكي على جهات سياسية يعني أنا نحكي على الجهات اللي قاعدة تنسلخ ما نحبش أن ندخل خطر هو الاتفاق لا ما أتوافحنا تبقوا جهات لم تنتمي تاريخيا خلال الاتحاد لأنه شوف هذا الاتفاق هل يعني هل كم الهائل يعني من حتى الجميع ولا يحكي على الاتفاق والجميع أصبح يدلي بدلوا يعني في هذا الاتفاق وموافق ومش موافق إلى غير ذلك والحال أن الاتفاق يعني المدرسين نقابة التعليم الثانية وهيئة الإيدارية تعاملت معه هذا الوضع بكثير فمزوز حاجات قادونا قادنا أنه نحاول نحقه أكثر ما يمكن وهذا هو التفاوض أقصى ما يمكن نحصله وأيضا تفاعلنا بعدم الزج وعدم الوصول إلى نقطة العودة يعني أحنا وقت اللي كنا نقدمه في المقترحات كنا ندرسه في المقترحات ونقوله إذا ما ممشيتش المقترحات الطريق الآخر ونبشي هز الطريق الآخر زادة خلينا نقول حاجة ويلزمها يلزم الرأي العام يعرفها أن الحاجة اللي كان عليها إجماع داخل الهيئة الإيدارية وما كانتش قابلة للنقاش لأنها مسألة مبدئية في نقابة التعليم الثانوي مسألة مبدئية في الاتحاد هو عدم المساس بقراية ولاد التواز وعدم المساس بالامتحانات الوطنية هذا كان عليه إجماع وبالتالي الدخول أي قرار ينجمي هزنا للامتحانات الوطنية كان مرفوضا